السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا ومرحبا ومعرفة الله بالصفة الخامس اليوم يا ابطال بنكمل درس الصفة قبل ان نبدأ درس اليوم يا شباب بذكرك معايا الصفة هي اسم يذكر لبيان صفة من صفات اسم قبله يسمى الموصوف معنى ذلك ايش يا شباب يعني عندي اسم وراء اسم اسمين وراء بعض الاسم الاول بسموه الموصوف الاسم الثاني بسموه الصفة وعرفنا ايضا يا ابطال ان الصفة تتبع الموصوف رفعا ونصبا وجرا يعني مرفوع مرفوع منصوب منصوب مجرور مجرور ممكن العلامة الارابية تختلف انما هنا مرفوع يبقى مرفوع منصوب يبقى منصوب مجرور يبقى مجرور تمام يا شباب نفتح مع بعض كده الكتاب يا شباب صفحة 156 بيقول لي أستفيد من النموذج المعرب في نموذج الكتاب محلول هنشرحه مع بعض كده على السريع المخترعون المسابرون ناجحون ها قبل الاعراب يا شباب احنا تعلمنا لازم نعرف نوع الجملة بعرف نوع الجملة زي يا ابطال من خلال الكلمة الأولى المخترعون ما نعوها اسم أنفعل ها ممتاز يا بطل ها اسم ممتاز لأنها بدأ بألف ولام ممتاز اسم في أول الجملة يبقى ما يعرفه يا ابطال ها مبتدأ أحسنت قلت مبتدأ نكمل على طول مبتدأ مرفوع علامة رفعه المسابر المخترعون المخترعون ها مبتدأ مرفوع علامة رفعه ها ممتاز جمع مذكر سالم يبقى علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم المبتدأ بيحتاج إلى إيه يا ابطال إلى خبر طيب الكلمة اللي بعد المخترعون هل تصلح خبر ممتاز يا بطل لا ما تصلح أنها تكون الخبر ليه لأنها تبدأ بألف ولام وإحنا عارفين يا ابطال أن الخبر لا يبدأ بألف ولام يبقى أيضا الخبر عندي كلمة إيش يا ابطال ناجحون بالفعل يبقى كلمة ناجحون خبر مرفوع علامة رفعه أيضا علامة رفعه هنا الواو لأنه جمع مذكر سالم طيب يا أستاذ ما أعرق كلمة المسابرون لاحظ معي المخترعون ألف ولام المسابرون ألف ولام جمع جمع كلمة المسابرون بتوضح صفة من صفات المخترعون نعم إذن المسابرون مرفوع علامة رفعها الواو لأنها جمع مذكر سالم تماما شباب طيبا قلت هنا الصفة مرفوعة له لأن الموصوف بتاعها اللي هو كلمة المخترعون مرفوع أحسن يبقى لازمنا الصفة تتبع الموصوف في الرفع هنا طيب نموذج رقم 2 يا ابطال أشارك في الإعراب الكلمة الطيبة صدقة الكلمة قلنا يا ابطال لازم أعرف نوع الجملة الكلمة اسمي في أول الجملة يبقى مبتدأ ممتاز مبتدأ مرفوع علامة رفعه الكلمة مفرد يبقى علامة رفعه الضم لأنه مفرد نفس المثال اللي راح الطيبة تصلح خبر لا يبقى إذن صدقة صدقة خبر مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخر لأنه مفرد طب ما يعرف كلمة الطيبة لاحظ الكلمة ألفلام الطيبة ألفلام الكلمة مفرد الطيبة مفرد الكلمة مؤنس الطيبة مؤنس يبقى إيش يا ابطال الطيبة توضح صفة من صفات الكلمة نعم يبقى إذن الطيبة صفة مرفوع علامة رفعها الضم الظاهرة على آخر لأنها مفرد كمتازي يا ابطال نأتي إلى صفحة 157 يا ابطال أتعلم وأتسل جايب له مربع في أرقام وفي فراغات بنكمل هذا المربع من خلال الإجابة على الأسئلة الخمسة اللي موجودة عندي تحت المربع بيقول لي هنا السؤال رقم واحد يا ابطال الموصوف خلي بالي هنا بقول لي إيه الموصوف وليس الصفة الموصوف في جملة نال أخي جائزة سمينة الموصوف هنا كلمة إيه جائزة يبقى منوضع كلمة جائزة في العمود رقم واحد تمام يا ابطال ها المربع الأفقي رقم واحد خلاص أهي لاحظ كده السطر للفوق ها وامش بالعرض جائزة ممتاز طيب الشهر رقم اتنين الصفة في جملة خلي بالي هنا بقى بيقول لي إيه الصفة وليس الموصوف رقم اتنين بيقول لي الصفة في جملة قرأت لمياء قصة ممتعة فين الصفة ممتعة ممتاز ممتاز بطل طيب الشهر رقم ثلاثة علامة إعراب الصفة في جملة امتلأت ساحة الحرم بالحجاجي القادمين من كل مكان فين الصفة الأول كلمة القادمين كلمة القادمين منعها جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم أخر يأونون يبقى العلامة على طول الياء يبقى العلامة على طول إيش يا شبطال الياء يبقى القادمين هي الصفة القادمين منعوها جمع ومذكر سالم جمع ومذكر سالم يبقى العلامة ده ما احنا عارفين اشتبونون تبقى العلامة الياء الصور رقم 4 يا بطال علامة إعراب الموصوف الموصوفة ليس الصفة في جملة نجح الطالبان المجتهداني الموصوفة عندي كلمة إيش الطالباني طب من اللي يعريبها كامل يا أبطال نجح الطالبان جملة فعلية تمام من نجح الطالباني بقى الطالبان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف ممتازة بطل لأنها مسنة لأنها مسنة ممتاز الصور رقم 5 أبطال علامة أعراب الصفة الصفة في جملة التاجر الأمين محبوب ها كلمة الأمين ما علامة أعرابها التاجر مفرد الأمين مفرد صاحب علامة أعرابها الضمة ممتاز بعد كده أجمع حروف المربعات الملونة عند مربعات في الجدوة المزللة نجمعها تطلع كلمة جميلة أضع هذا الاسم في الفراغ وأضبطه بالشكل اللي هو السعر رقم جيم اللي هي أنا أحب لغتي الجميلة تمام يا أبطال واجب اليوم يا أبطال هنعرب شفت المثال رقم 4 و5 اللي هو نجح الطالبان المجتهدان هنعرب هذه الجملة في ملحق القواعد وأيضا هنعرب جملة التاجر الأمين محبوب اللي يبقى هنا السؤال اللي هو رقم 5 ورقم 4 و5 الجملتين خلاص نجح الطالبان المجتهدان التاجر الأمين محبوب أنا أعربهم في ملحق القواعد أبطال وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته